تحت رعاية الدكتور علي بن فضل البعينين النائب العام انعقدت اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي حلقة نقاشية بين النيابة العامة ممثلة في نيابة الأسرة والطفل وبعض مؤسسات المجتمع المدني بالاشتراك مع المجلس الأعلى للمرأة وذلك لتعزيز أواصر التعاون والتواصل المشترك مع الشركاء الاستراتيجيين في مبادرة النيابة العامة للرعاية الاجتماعية رعاية والتطبيق الفعال للعقوبات والتدابير البديلة المنصوص عليها بقانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة وقد أكد سعادة النائب العام في كلمته الافتتاحية أن مبادرة النيابة العامة رعاية تعد إحدى الإنجازات الحقوقية التي تشهدها مملكة البحرين في ظل العهد الزاهر لجلالة الملك المفدأ كما تدل على تضافر الجهود الوطنية للارتقاء بحقوق الأسرة ورعاية المرأة والطفل وضف سعادته أن دور النيابة العامة يجب أن لا ينحصر عند حماية الحقوق والحريات العامة أثناء مراحل الدعوة الجنائية ولكن يمتد ليتصل بالواقع المجتمعي والعمل المشترك على إزالة الأسباب التي أدت إلى ارتكاب الجريمة أو وقوعها أو إلى تعرض الطفل أو المرأة لما يدعو لفرض الحماية أو إلى استحقاق الرعاية وأكد سعادة النائب العام على ضرورة مساهمة المجتمع المدني في تقديم الأعمال التطوعية والبرامج التأهيلية بما يتناسب مع سن الأطفال في ظل العمل بقانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة هذا وقد تناولت الحلقة النقاشية عدة محاول رئيسة من بينها تأثير هذه المبادرة على المجتمع وهمية إعداد منظومة عمل متكاملة بالاشتراك مع الجمعيات والمؤسسات والمجالس الحقوقية والاجتماعية المعنية برعاية الأسرة والمرأة والطفل هذا وقد خلصت الحلقة النقاشية إلى العديد من التوصيات من بينها تسخير كافة الإمكانيات الوطنية لتنفيذ هذه المبادرة والتي تعد من ضمن المشاريع والخطط التنموية لتطوير الكيان المجتمعي ترجمة نانسي قنقر